اشتركوا في القناة سوف ننقل لكم الحوار الذي جرى خلال ايام حول هذا الموضوع بعد قليل ونقدم لكم الاجابة المناسبة هل انت شيعي يا احمد الكاتب وكيف تكون شيعيا وانت لا تؤمن بنظرية الامامة ولا بالمهدي كيف تكون شيعيا وانت لا تؤمن بالامامة ولا بالمهدي طرح علي الاخ طرح علي الاخ ابو محمد السلاوي السؤال التالي هل انت شيعي يا احمد الكاتب وكيف تكون شيعيا وانت لا تؤمن بنظرية الامامة فقال السلام عليكم استاذنا الفاضل خلال تجوالي في بعض صفحات الخاصة اثرت بطريق الصدفة على بعض مقالاتكم واستمعت لبعض ارائكم ولي بعض الاسئلة لجنابكم لمعرفة بعض الجوانب المهمة والضرورية منها هل انتم من الشيعي الاثنى عشرية التي تعتقد باتباع امة اهل البيت عليهم السلام وهل تعتقد بعصمتهم اعتذر للسؤال لاني قرأت بعض سيرتكم الذاتية واطلعت على بعض ارائكم لذلك دفعني الفضول في التثبت او في التثبيت على اهم اصل او قل مدرسة حتى حتى استطيع من خلالها ان اكف على بعض مقالاتكم الكريمة وشكرا وايضا سأل احد الاخوة قال احمد الكاتب اذا انت لم تؤمن بالامام المهدي هل انت تحسب نفسك على المذهب الشيعي ام لك مذهب خاص بك ام تتبع احد المذهب الاخرى وقد اجبته بما يلي ما يجب على الانسان المسلم الامام به هو الاسلام فقط اي الامام بتوحيد الله تعالى واليوم الاخر والنبوة والانبياء وما يتفرع من ذلك واما الامامة اي الحكم والخلافة فهي مسألة عرفية عقلية وليس الدينية ولذلك لم يذكرها الله تعالى في القرآن الكريم ولم يجعلها شرطا من شروط الايمان او الاسلام واما النظريات الشيعية والسنية فهي نظريات دستورية سياسية قديمة يعني تدور في هذا المجال في اطار الدستور كانت تؤمن وتدور حول اشخاص معينين هؤلاء ائمة او غير ائمة معصومين او غير معصومين او عوائل معينة هذه العائلة حق لها الحكم او تلك العائلة وذلك في القرون الاولى ولم يعد لها وجود منذ اكثر من الف عام ومن بينها النظرية الاثنى عشرية فهي ولدت ميتة وغير قابلة للتطبيق لاعتقادها بوجود شخص لم يولد قط ولم يظهر قط وبالتالي فقد انقرض الشيعة الاثنى عشرية ولا وجود لهم اليوم الا بالاسم يسألني بعض الاخوة انه كيف مموجدين الآن ملايين الناس يؤمنون انهم اثنى عشرين اقول لهم هذا بالاسم فقط اما بالحقيقة والجوهر فغير موجودين ولا وجودة للنظرية الاثنى عشرية وسوف اثبت ذلك واما الشيعة المعاصرون فهم اما اتباع المرجعية الدينية والمرجع ينتخب كل واحد مع ما يموت الناس ينتخبون لهم مرجع جديد ويصبح قائدهم وامامهم وزعيمهم ومرجعهم الاعلى او نظرية ولاية الفقه او اتباع نظرية ولاية الفقه اللي يحكم في ايران مثلا او النظام الجمهوري الديمقراطي اللي مثل عراق مثلا او لبنان او باكستان افغانستان الذي يتنافى مئة بالمئة مع النظرية الامامية والاثنى عشرية كيف تكون انت اثنى عشري وانت تكون ديمقراطي او تؤمن بولاية الفقه او تؤمن بشورى ما هذه هي تناقض هذا المواضيع تناقض مائة بالمائة جوهر النظرية الإمامية إذ أنه لا يشترط العصمة ولا النص ولا السلالة العلوية الحسينية في الإمام في أي رئيس يعني الآن معاصر ويقبل بحكومة أي شخص منتخب من البرلمان أو الأمة مباشرة فلا معنى للإمامية والإمامة اليوم ولا معنى للحديث عن أصمة الأمة أو حذم أصمتهم سواء كانوا معصومين أو غير معصومين الآن ماذا يترتب عليه ماذا يهمن اليوم لأنهم لم يدعوا الأصمة لأنفسهم ولم يعرفوا نظرية الإمامة أهل البيت وكانوا يؤمنون بالشورى ولا يعتبرون أنفسهم معصومين بل كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يصرح علنا خطبة موجودة بالكافي وموجودة بنهجة بالعغم بأنه ليس بفوق أن يخطئ ويطالب المسلمين بأن لا يكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعديل انتقدوا يعني وأن يقولوا له اتق الله هو يطالبهم يقولوا قولي لي اتق الله إذا أخطأ كما يوجد في نهجة بالعغم وتحدثنا عن ذلك أدث مرات وأما الجواب عن السؤال الآخر هل تعتبر نفسك شيعيا إذا لم تؤمن بالإمام المهدي أو بالإمامة مثلا فهو أن الشيعة فرق عديدة وكانت كل فرقة تؤمن بمهدي خاص لها لأن المهدي كان فكرة عامة في القرون الأولى ولم يكن شخصا محددا ولم يتحدد في شخص معين إلا عند الاثنى عشرية في القرن الرابع قالوا هذا هو المهدي الإمام الثانية عشر وقد اعتقد الاثنى عشريون بمهدوية ابن الإمام الحسن العسكري أن هذا هو المهدي رغم عدم وجود دليل تاريخي أو علمي قاطع على ولادته ووجوده وغيبته كلها خيالات ومن هنا فإن الإيمان بهذا المهدي ليس شرطا من شروط التشيع ولا من شروط الإسلام وبما أن المهدي فكرة عامة فيمكن ترجمتها إلى واقع معاصر وذلك بتطبيق العدل وإقامة القصة في المجتمع ومحاربة الظلم والجور والفساد بحيث يصبح كل إنسان مهدي وكل حاكم إمام مهدية هذا الجواب أثار عدة ردود وسوف نستعرضها لكم الأخ هاشم الأقابي يقول تذكرني بعلي عبد الرازق أشهد أنك قد أبليت وتعبت كموقف أنك أفضل مثقف عراقي بلا مجاملة على حل هذا حسن ظنك الأخ أو الأخت ياسمين علي تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني كأنها تريد أن تقول أن الإمامة ليست من الدين كأنها الله أعلم لم توضح الأخ العزيز متوكل لمحمد علي من الشيعة السودان الذين كان لنا شرف التعرف عليهم في السودان في 86 قبل 30 سنة يقول أحمد الكاتب وهو يدعي التشيع دون أن يؤمن بالإمامة كما يقول أنا مسلم كمن يقول أنا مسلم ولكن لا أؤمن بنبوة محمد إذا كنت شيعيا فلمن تتشيع أم أنك ترى أن لكل إنسان أن يحيك مذهبا على مقاسه ثم يسميه بما يشاء من الأسماء يعني يعتبر الإمامة جوهر التشيع رغم أنه سوف أجيبه أخي العزيز متوكل مقارنتك في غير محلها وغير صحيحة وذلك لأن أئمة أهل البيت لم يكونوا يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية وإنما كانوا يعتقدون ويعتقد الشيعة من حواليهم أنهم علماء أبرار مجاهدون في سبيل الله ثوار زهاد متواضعون ولم يكن عامة الشيعة يؤمنون بنظرية الإمامة كذلك وإنما فريق صغير فقط وبشكل سري مشحون بالغلو والخرافات والأساطير معاجز وقصص والمغيب وهؤلاء كذا وكذا بعيدا عن أهل البيت وعن الشيعة المعتدلين حيث كان بعضهم هؤلاء الغلات يعتقدوا بأن الأئمة أنبياء أو آلهة أو أنصاف آلهة أو يديرون الكون ويحيون ويميتون ويرزقون ويحاسبون الناس يؤمن القيامة فهل يعتبر شيعيا من يكفر بهذه الخرافات أو لا هل يشترط لكل شيء يعني يؤمن بما يؤمن به هؤلاء الغلات كل ما جاء الغلات بنظرية يجب علينا الإيمام بها أم لا هذا ما إلا ناقب التشييع التشييع هو حب أهل البيت هو الولاء لهم والاقتداء على سيرتهم هو الأخذ من علومهم هذا ما تبقى من التشييع طبعا تشييع في زمانهم كان يعني شيئا واليوم يعني بقايا التشييع ثم يا أخي العزيز وهل يجب على كل إنسان لكي يكون شيعيا أن يؤمن بما يؤمن الغلات هل يجب على كل مسلم لكي يكون مسلما أن يؤمن بأن النبي محمد مثلا إله أو نصف إله كذلك لا يجب على أي إنسان لكي يكون شيعيا أن يؤمن بنظرية الإمامة الدخيلة ثم يا أخي العزيز أن نظرية الإمامة والتشييع لأهل البيت هذا الإيمان أصبح من شؤون الماضي السحيق ولا يمكن تحقيقه اليوم إلا فقط بالحب والاقتداء وأخذ بعض المسائل الفقهية التي لا تتجاوز عدد الأصابع وذلك بعد أن تخلى ما يسمى بالشيعة الإمامية عن أهم أصول المذهب الإمامي وهي التقليد لأعمة أهل البيت أخذ المسائل فقط من أهل البيت هذا ما يمكن الآن ومنذ أكثر من ألف سنة هذا لا يمكن تحقيقه فما يوجد لدينا من أهل البيت مسائل مسائل بسيطة أربع خمس مسائل ليس أكثر من هذا وأيضا قولهم بنظرية الشورى وولاية الفقيه والنظام الديمقراطي وهذه أقوال كانت مرفوضة عند الإمامية فإن الشيعة فتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري بعد أن انقطع الاتصال بينهم وبين أئمة أهل البيت واستنبطوا مئات آلاف المسائل الفقهية بأنفسهم كما كان يستنبطها الإمام أبو حنيفة مثلا والإمام الآخرون الفقهاء الآخرون الذي اعترضوا عليه لأنه كان مشتهدا ثم هم أصبحوا مشتهدين وقال الشيعة المتأكل وذلك الأخبارية يقولون أن الشيعة أصبحوا سنة لأنه فتحوا باب الاجتهاد وهم متمسكين بروايات أهل البيت فقط وهي ما تكفيهم وبحاجة ففتحوا باب الأحلام صار يجيبون آراء جديدة وفتاوى جديدة عن طريق الأحلام كما كان يستنبطها الإمام أبو حنيفة وقال الشيعة المتأخرون بنظرية ولاية الفقه والشورى والديمقراطية التي تنافي نظرية الإمامة مئة بالمئة لأن هذه النظريات الحديثة لا تؤمن بضرورة أسمة الإمام أي الرئيس ولا تعينه من قبل الله ولا بكونه من السلالة العلوية الحسينية وإنما يمكن لأي إنسان أن يكون إماما هكذا يقولون إذا انتخبه الناس أو كان يتمتع بالألم والعدالة كل ذلك يدل على أن ما يسمى الشيعة اليوم قد تخلوا عن الفكر الإمامي الدخيل والخيالي والمستحيل والعقيمي اللي ممكن تطبيقها منذ أكثر من ألف سنة وأصبحوا مشتهدين ديمقراطيين أو مسلمين ديمقراطيين فهل هم شيعة بنظريك أم لا الشيعة الآن صفة خفيفة جدا هي حب أهل البيت والحب موجودة عند كل المسلمين هي الأخذ بتعاليمهم أو أخذ باقتداء بسيرتهم وهذا أيضا موجود مو فقط الشيعة ولا فقط المسلمين حتى يمكن من غير المسلمين يقتدون بأهل البيت ويعتبرون من نماذج إنسانية عظيمة فإذا هناك فاصلة يعني الشيعة في زمن أهل البيت كانوا يوالون أئمة أهل البيت فيسموهم يشايعون الآن نحن ما نستطيع أن نشايع نشايع الحكام المعاصرين نشايع الأحزاب كل فريق من الشيعة عنده قائد وعنده حزب يشايع هذا الحزب فشيعة فلان وشيعة فلان وشيعة فلان وين شيعة أهل البيت؟ لا يوجد من الآن شيعة أنظمة سياسية وأحزاب سياسية وقادة سياسيين معاصرين كل جماعة يشايعون قائدا معينا هنا يأتي الأخ عبد الله الهاشمي يقول مصطلح الإيمان مصطلح قرآني عام وشامل لكل مسلم آمن بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر ولا يمكن يبدو هذا تعليق عبد الله الهاشمي على موضوع آخر موضوع أنه من هو المؤمن ومن هو المسلم حسين رزوقي المياحي الشيخ حسين رزوقي المياحي يرد على كلامنا يقول هذا كلام كرره أحمد الكاتب كثيرا وأقل ما يقال فيه أنه أحلام يقضى أو منام فهو يتصور الشيعة بمقاساته الخاصة لا كما يعتقدونهم أنفسهم فهو كمن يسمي الهنود أوربيين ويسمي أو يسمي الأمريكان عربا أو يسمي المسلمين يهودا والبوذيين هندوسا وهكذا فالعقيدة الشيائية في أي أرض الواقع وأقول أصحابها شيء وفي مخيلته شيء آخر ولذلك يطلق كلاما خياليا لا يصدقه إلا المجانين وإلا كيف تكون العقيدة التي يؤمن بها مئات الملايين اليوم منقرضة إذن بماذا يؤمن هؤلاء كلام فارغ وهراء وقد حاولنا الدخول معه في حوار ألمي جدي ولم يجد سواء التهرب والحضر في الحقيقة بعض ما يقول الشيخ عسين صحيح لأنه هو أن تتصور وأنا أن تتصور هو أن تتصور أن الشيعة الآن كلهم يسموهم الشيعة إمامية أثنى عشرية وهم يؤمنون بعقيدة اسمها الإمامية الإمامة الإلهية لأهل البيت الأثنى عشرية هذا صحيح ولكن أنا أقول حسب تحليلي وحسب رؤيتي وحسب قراءتي لنظرية أهل البيت ولمذهب أهل البيت ولنظرية الإمامية أن هذه النظرية وهمية الآن يؤمنون بها صحيح ولكنها غير قابلة للتطبيق نظرية الإمامة تقول بأن الإمام الحاكم يعني الرئيس رئيس الجمهورية رئيس الزراج يسموا السلطان الخليفة القائد الزعيم الأمير أي شي سموه سموه هذا يجب أن يكون معصوم من الله ومعين من قبل الله وحصرا في هذه السلالة العلوية الحسينية وما يجوز الخروج على هذه النظرية لذلك مثلا شيخ الصدوق صار حوار في القرن الرابع الهجري صار حوار بيننا وبين الزيدية أو بين إسماعيلية أو بين بعض الناس أنه طيب خلنا نأخذ الآن ولاية الفقه نطبقها نشوفنا واحد عالم فقه ونجعله زعيما علينا وقائدا ويسوينا دولة قال لا هذه النظرية نظرية ولاية الفقه تنقض المذهب الإمامي مئة بالمئة وخروج عن دين الإمامية نص عبارته لماذا؟ لأنه كان يعتقد فعلا إذا هذه النظرية صحيحة فيجب أن نتمسك بها ولا يجوز أن نتبع أي إمام آخر أي زعيم آخر ما هو حال الشيعة اليوم؟ الشيعة اليوم ما شاء الله عدوا ما يأمنا كثيرون ورؤساء كثيرون وزعماء كثيرون ولا يشترطون لا العصمة ولا الناس ولا سلالة من أي واحد قائد يمكن يقودهم فإذن حقيقة الشيعة اليوم جوهر الشيعة حسب تحليلنا وحسب قراءتنا لأهم أعمدة الفكر الشيعة أن هذه أعمدة غير موجودة والشيعة باقي اسمهم فقط شيعة إمامية إثنى عشرية وما إلى ذلك وهم بحقيقتهم مسلمين ديمقراطيين مسلمين يؤمنون بولاة الفقه مسلمين مرجعيين يؤمنون بالمراجع حتى المرجعية هي الاجتهاد الاجتهاد وانتخاب واحد عالم هذا أيضا نوع من الانتخاب نوع من الشورى وليس بالتعيين فإذن هو فعلا نشوف أكتناقض بين الواقع موجود ملايين الناس يؤمنون بهذه النظرية ولكن أنا أسأله سؤال هل يمكن تطبيق هذه النظرية لا يمكن إذن لماذا تخلى الشيعة عن هذه النظرية وذهبوا إلى الديمقراطية وإلى ولاة الفقه وإلى المرجعية وإلى الشورى لأنهم هم ما أصبحوا بعد يسمون حقيقة شيعة إمامية إثنى عشرية لا إمامية ولا إثنى عشرية الأخ الشيخ مهند السلمي مع الأسف أنا أسف يعني بعض المشايخ أو ما يحترمون حتى زيهم ما يحترمون حتى اسمهم يعني عندما يتحاورون مع واحد مختلف معهم نظريا يمكن تقدم نظريتك ورأيك باحترام وبهدوء لا يبدأ بكيل السباب وشتائم ويحاول تسقيط الشخص يعني ما عندك قدرة على محاورة الفكرة في إيجي يحاول يسقط الشخص بإطلاق السباب عليه أول ما يبدأ إذا كان مفهوم الإمامة عنده أحمد الناصب خلص سقطنا هذا ناصب يصر أحمد كاتب صار ناصبي ليس كاتب هذا طيب على ما أساس هل أنا عاديت أهل البيت هل عاديت الشيعة هل عاديت أتباع أهل البيت على ما أعتبار شنو تعريفك للناصب لأنه اختلفت معاك في نظرية أو في تحليل أو في فكرة معينة هكذا وإنت يمكن أن مفهوم الإمامة عنده أحمد الناصب هو الحكم والخلافة وهي مسألة أرفية عقلية وليس دينية كما يقول مع تصريح الآيات والروايات قطئية الصدور قطئية الصدور بالإمامة والخلافة وارتباطها ارتباطا وثيقا بالنبوة لأنها من سنخ واحد الإمامة ترتبط بالنبوة جزء من النبوة نفس النبوة من سنخ واحد في الطاعة سنخ واحد في الطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم طبعا يقطع الآية بالنص ما يكمل الآية حتى يستنبط منها شيء وهو ما قدر يقرأ الآية بعدين ولا ما يقراها هل سنرى يقول لا بد لولي الأمر الذي جعله الله الذي جعل الله طاعته في نفس مرتبة طاعة الرسول أن يكون بأوصاف كأوصاف الرسول من حيث الألم والورع والتقوى لا تنقص ما قال لأصمة والتقوى لا تنقص منها شيئا أبدا ولو نقصت لم اقترنت وساوت طاعة الإنسان الأكمل هذا دليل حيرتكم وتخبطكم وعدم شمولكم بالرحمة الإلهية وهي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام شيء خاطب شيء حسين شيء خناش شيء حسين رزوق المياحي هذا قلم مأجور مدفوع الثمن وسماحتكم بالغتم في النصح وبيان مواطن مواطن زلله وشطحاته وفساده العقائدي فلا تأطوه حجما أكبر مما يستحق لأنه من مصادي قوله تعالى وجحدوا بها واستكنتها أنفسهم ظلما وألوة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وشكرا لسماحتكم نحن نشكر الشيخ مهند السلمي على سماحته أيضا ونقول له أرجوك أنت تتكلم أو ترود وتستدل بهذه الآية فاقرأها بصورة كاملة أقرأ الآية كلها كلها سطرين سطرين ما بيسطرون نصف الآية حتى تفهم أنه أنت فهم الآية صحيح ولا غلط وأولي الأمر في الآية يساوون طاعة الرسول أو لا طاعتهم نسبية طاعتهم ضمن إذا أطاعوا الله والرسول نقرأ الآية ونشوف الآية ترود عليك يقول يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول هنا قرأنا طاعة الرسول بطاعة الله واضح وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل 59 النساء أنت إذا هل يمكن تنازع الله في أمره ونهيه طبعا لا هل يمكن تنازع الرسول وتختلف معه أم تطيعه طاعة مطلقة طبعا تطيعه طاعة مطلقة لأنه رسول وطاعته من الله تعالى فإذا طاعت الله وطاعت الرسول شيء واحد نجي على أولي الأمر من هم الأمر القرآن ما يحددهم وإنت بكيف تجي تحط كل واحد يمكن حتى المرجع يسمي أولي الأمر أو الوهابين والسنة الملوك يسموهم أولي الأمر وأسائي يسموهم أولي الأمر وكل واحد يسمي نفسه أولي الأمر فإنت منين استنبطت أن أولي الأمر طاعتهم مثل طاعة الرسول تقول لا ديت فلسفة أنه هذا اللي الله قرن طاعته بطاعة الرسول لازم يكون مثلها بالمواصفات طيب هذا فرضية أنت قاعد تفترضها طيب نشوف جزء ثاني من الآية فإنت نازعتم في شيء مع من يعني مع أولي الأمر فإنت نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله القرآن الكريم يعني موجود في القرآن الكريم وإذا الرسول موجود نفسه هم نرجع إلى الرسول حتى يحل المشكلة وقد تنازع المسلمون مع أولي الأمر مع قادة الغزوات أو الولاة اللي كان يعينهم النبي وفي الطريق يروى عن واحد منهم أشعى النار وقال ألم يأمركم النبي بطاعتي قالوا له نعم قال إذن فادخلوا في هذه النار قالوا مو معقولة النبي هو إحنا آمننا بالإسلام لكي نهر بنا النار فشلو ندخلنا بالنار إنته فلم يطيعوا وجاءوا إلى النبي وقال له هذا فعل بنا هكذا في الطريق فقال لهم لو دخلتموها للبثتم فيها أنتم معاكم عقل فإذن الرجوع لدى الاختلاف مع أولي الأمر الرجوع إلى القرآن وإلى السنة أو إلى النبي محمد يعني طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة يعني ليسوا مصدرا ثابتا ونهائيا مثل النبي إنما نطيعهم في المعروف وفي حدود الشريعة فإذا تجاوزوا أو اختلفوا أو أي شيء صار مثلا بيننا وبيعنا مشكلة إحنا مو مكلفين بطاعة أولي الأمر ولكن هذا الأخ الشيخ مهند يقرأ نصر آيات ما يكمل الآية كلها حتى يشوف أنه الطاعة هنا نسبية وبالتالي لا يشترط بولي الأمر أن يكون معصوما أو أن يكون مثلا عن جصفات مثل مثل الرسول أوصاف مثل أوصاف الرسول من حيث العلم ذاقي نحن ينزل عليه وحي شلو ينزل علم على الإمام أو على ولي الأمر مثل النبي من حيث العلم يعني الأخ مهند السلامي يصور أن أولي الأمر لهو باعتقاده هم العمة مثلا 12 هؤلاء كان عدم علم مثل النبي وهذا الشيء كفر بالله تعالى حقيقة من حيث العلم والورع والتقوى بس ما أعلم لماذا ما قال للأسمة أنه معصوم هؤلاء معصومين المهم يقصد هذا الشيء يقول لن تقص منها شيئا لا تنقص منها شيئا أبدا ولو نقصت لما اقترنت وساوت طاعة الإنسان الأكبر اللي هو النبي من قال لك أصلا شيء مساوات من قال لك هنا النبي في مورد هذا الحديث فإذن هذا كلام كله عبثي وخيالات ومع ذلك ينفعل ويسمي اللي ميرفض كلامه هذا ناصبي وبعا شوية جحدوا بها واستكنتها أنفسهم مش ما عنده آيات يطبقها على معارضي يا أخي احنا في مرحلة حوار أريد نقرأ تراثنا أريد نقرأ فكرنا السياسي أريد نفهل الأزمة الطائفية اللي عايشين بها أريد نخلص من عدها ونطلع من عدها وذلك بإعادة قراءة التاريخ قراءة النظريات في ناس جامدين متحجرين وما يقرؤون بعمق ولا يقرؤون بصورة شاملة كاملة يلتقطون بعض الكلمات من بعض الآيات ويحاولوا أن يكونوا لهم نظريات حتى يظلوا مسيطرين ومتشبثين بهذا التراث اللي سببنا هالأزمات سببنا الدكتاتورية الدينية وسببنا الطائفية والعنف وشوف العنف ما له أكبر دليل على ذلك العنف اللي عنده هو مؤمن نظرية سمعين يقول هذي ظن أو هذي اجتهاد ما عندي لا هذا كأنه حق المطلق نازل عليه وأي واحد خلف فهذا يعني هذا جحده وسكنتها أنفسهم والحوار متواصل إن شاء الله في المستقبل إذا كان فيه أسل الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا